هذا وقد نظمت جمعية الصداقة العمانية البحرينية احتفالية في مسقط بمناسبة يوم الشباب العالمي لعام 2023 والذي يصادف غدا الثاني عشر من أغسطس وتضمنت الاحتفالية تقديم قصص نجاحا لإنجازات عدد من الشباب في مجالات ريادة الأعمال والفنون بالإضافة إلى عقد محاضرات وورش عمل تأتي هذه الاحتفالية ضمن الخطة السنوية لجمعية الصداقة العمانية البحرينية في إقامة الفعاليات في مختلف المجالات حيث ستشارك الجمعية خلال الشهر الجاري في فعاليات خريف صلالة وذلك من خلال إقامة فعاليات البازار العماني البحريني الثاني بمشاركة عدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من مملكة البحرين وسلطنة عمان